منذ قليل اعتقد انه يعني في الجولة тانية في الدوري الممتاز واحدة من اقوى المباريات في بطولة الدوري الزمالك يمكن بده بالمقاولين بعد كده بيراميدز كمان يمكن بعد اسبوعين الاهلي و الزمالك في دوري في الدوري رابع في الجولة رابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكن قبل ما تكلم مع حضركم خلينيا رحب نجم مصر و نجم نادي الزمالك الكابتن يا شام يا κابتن مصر برحب حضرتك أهلا بك عمر عمر خضرتك ربنا يخلي حدرتك يا رب كله تمام ربنا يخلي حدرتك يمكن قبل ما ابدأ مع كابتن شام عايز اقول لحضراتكم اخر المستجدات اللي موجودة لديها علاقة منتخب الشباب يمكن منتخب الشباب زي ما حضراتكم عارفين يمكن اتنين لعيبة احمد حسام ومصطفى ميسي سفروا مبارح من القاهرة متوجهين الى تونس وصلوا بالسلامة علشان يلحقوا ببعثة منتخب مصر الاربعتاشر اللاعب اللي موجودين في الوقت الحال ولكن اشياء ربنا ان الاربعتاشر اللاعب يعملوا المسحة الخاصة بالكاف بالاتحاد الافريقي قبل المباراة بـ 48 ساعة والعينة بتظهر اتنين لعيبة مصابين اتنين لعيبة عندهم من عينة سلبية الى عينة ايجابية ولكن خلينا اقول لحضراتكم اللي بيحصل في الوقت الحالي اللي بيحصل في الوقت الحالي ان صفير المصري مشكور ان الراجل ده جماعة الجندي المجهول في تونس الراجل عامل جهد غير طبيعي الراجل ده عامل مجهود جبار علشان يحاول على قد ما يقدر ان هو يعني يسخر ويذلل كل الامكانيات اللي موجودة للمنتخب الوطني في تونس علشان يكونوا موجودين ولكن ساعة السفير في الوقت الحالي اخذ الولدين المصابين بالكورونا وطلع على معمل خاص علشان يحلل لهم علشان يقطع الشق باليقيم ويعرف فعلا هل اللعيبة دي التحليل بتاعها مصبوط ولا لأ على العموم الدكتور محمد ابو العيل عموما هو كمان موجود في تونس ويعني كله شغال علشان خاطر منتخب مصر بكرة ان شاء الله يتم تحديد هل منتخب مصر هلعب المباراة ولا لأ او تم ثبوت فعلا اتنين لعيبة بإيجابيتهم للPCR او المسحة اللي تعملت ليهم فمنتخب مصر بكرة خارج اللقاء رسميا وخارج المطولة بنسبة 50-60-70% بسبب ان خلاص مفيش غير عندك مطشين واول وتاني اعتقد ان يعني الموضوع هيبقى صعب ولكن الشق التاني بطمن حضراتكم على باقي اللعيبة المصابة كابتر ربيع سين الحمد لله بخير يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البعض من اللعيبة البعض من اللعيبة اللي فقدين لحسة الشم ودي نقطة مهمة جدا ده بعض الاعراض اللي موجودة في قلة قليلة من اللعيبة كابتر ربيع يمكن الاعراض الحمد لله خرج من المستشفى موجود مع اللعيبة في فندق العزل الخاص ولكن خلينا هنتابع مع حضراتكم احنا متكلم طبعا على مباراة الزماليك وبيراميدز هنشوف مواقف منتخب مصر بكرة من مشاركته من عدمها في مباراة مصر وتونس المؤهلة بالمناسبة لو منتخب مصر بكرة ما شاركش منتخب مصر جيل 2001 ما اعتقدش ان في حاجة يشارك فيها في السنين اللي جاية يمكن منتخب 2001 هيشارك فيه اقرب حاجة عنده هتكون اولمبيات باريس 20-24 خلاص هيخرج من امم افريقيا هيخرج من بطولة كاس العالم ما عندوش اي حاجة طبعا فيك اوليس بس انا مش حابب ان انا اتكلم فيها دلوقتي الا لما اتكلم مع كابتن هشام ونعرف صحة الموضوع من عدمها فعلا اللعيبة الاتنين دول عندهم فعلا كورونا ايجابية 100% ولا ممكن يكون الموضوع بعيد ونتأكد ان هم ممكن يبقوا سلبية هنعرف واحنا شغالين مع حضراتكم يعني كابتن هشام هنعلق بس مش دلوقتي يعني خلينا نتكلم كده واحنا ماشيين مع حضرتك ونعرف اللي بيحصل من تونس ولكن كابتن هشام مبارات الزماليكو بيراميدز مباراة انتهت منذ قليل تعادل واحد واحد يعني مبدئا عايزة اعرف التعادل المفيد لمين اكتر هل الزماليكو اشتركوا في القناة